18 مادة هي حصيلة اليوم الثالث على التوالي لجلسة البرمان المخصصة للتصويت على الموازنة الاتحادية المادة الرابعة عشرة كانت من بين الفقرات المصوّة عليها والتي ظلت إلى جانب المادة الثالثة عشرة مدار خلاف بين كتلة الديمقراطية الكرنسانية وبقية الكتلة السياسية هناك اتجاهين أو خلينا نقول جبهتين جبهت اتحاد الأحزاب الحاكمة والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والأحزاب المعارضة نحن كحراك جيل الجديد مع تضمين قانون الموازنة لمستحقات أو مدخرات موظفي قليم الكردستاني التي تم إدخارها إجباريا من عام 2014 ولحد الآن لكن الحزبين يبدو أنه اتفق على عدم دفع هذه الاستحقاقات حتى الآن تعامل البرلمان مع مواد الموازنة وصولا إلى المادة الحادية والأربعين من أصل 67 قبل أن يرفع جلسته على أن يتم استئنافها بعد ظهر الأحد بينما لا زال التأجيل مصير المواد 15 و16 و17 والتي لبتم توافق حولها إلى الآن تم تأجيلها باعتبار مادة خلافية باعتبار مادة إلىها أكثر من رأيي نعتقد أننا اليوم هناك نية صادقة وكبيرة على تمضية الموازنة بكل موادها وسوف يكون هناك دعم حقيقي للمواطن ومصالح المواطن في هذه الموازنة موازنة البلد هي تخص كل القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص باعتبار هي ترسم السياسة المالية والنقدية في البلد سوف تمضي اليوم جميع المواد بالتصويت أو عدم التصويت جلسة السبت شهدت حضور 241 نائباً قبل أن تتوقف مؤقتاً للتفاوض مع الكتل السياسية ثم تم استينافها بحضور 212 نائباً حسب بيان دائرة الإعلامية لمجلس النواب ويتوقع نواب أن استيناف الجلسة هذا اليوم سيمكن البرلمان من إكمال التصويت على ما تبقى من مواد الموازنة دون الحاجة إلى مزيد من التأجيل ضيعة محمد الحرة بغداد